سكان حي الزيتون في مدينة غمادية الحكومة لمعالجة النقص الحاصل في الخدمات العامة والصحية وانعدام المدارس والذي اجبر بعض الاهالي على النزوح الى مناطق اخرى هذا وطالب الاهالي في حي الزيتون بتوفير وسائل لنقل ابنائهم الى المدارس الموجودة في الاحياء الاخرى ذلك لكثرة الحوادث المرورية التي يتعرض لها ابنائهم اثناء عبور الطريق الرئيسي في منطقة الخمس كيلو نناشد السادة المسؤولين التفات كريمة الى هذه المنطقة التي تقطنها اكثر من الفين عائلة وتعاني من سوء الخدمات اولها المجاري والارصفة والمدارس نهائيا ما موجودة مدارس المنطقة وشارع الميا المحاضن من منطقتنا كثرة الحوادث عدم وجود الانارة وسوء الخدمات من كل النواحي منطقتنا منكوبة منكوبة يعني ما نقول لك منكوبة والله العظيم يعني اطفالنا نعبرهم قبل الشارع قبل تاكسي نقول لك والله يعني هم 130 نروح نوطفى ونوديهم على الاهالي مدارس الاهلية يعني عدنا بس مدرسة طيبة هاي الزيتون الاولى يعني يعني بس هاي عدنا مدرسة عدنا مدرسة واحدة مدارس بديت الصفحة الخمسة مقابلنا يا اما ناجرهم سيارات يا اما يعبرهم يشو الخطورة 100% من شارع 100% وتشوفها بعينك حوادث هوايا صارت بيه اكثر من حوادث يعني ما اقدرها ما تحصى عليها لذلك يعانوني الاهالي من مدارس المتوسطة اعدادية اعدادية بالضبط اعدادية ما كو بيها اشتركوا في القناة